مرحبا بكم عشرة نباتات منزلية سامة لاحتوائها على مواد كيميائية خطيرة تشكل خطرا على صحة الإنسان وبالأخص الأطفال وكذلك الحيوانات سنتعرف عليها وعلى خطورتها وعلى الاحتياطات اللازمة لنتفادى أضرارها لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مع تفعيل زر الجرس لنبدأ على بركة الله ليس كل النباتات سامة بل أغلبها آمنة السامة منها تشكل خطرا في حالة أكل أوراقها أحيانا مجرد لمسها أكل الزهرة أو الثمرة أكل عصارتها أو لمسها باليد لنبدأ على بركة الله بالمرتبة العاشرة حيث نجد نبتة الدفنباخية نبتة الدفنباخية معروفة جدا ومحبوبة لكن عصارت وكل أجزاء النبات شديدة السمية على الأطفال إذا ما لمست تلك العصارة الشفتين والحلق فتؤدي لا قدر الله إلى حدود حروق وتضخم الحلق وصعوبة في الكلام وصعوبة في التنفس نعم أصدقائي هذه ليست مبالغة بل قد تؤدي للوفاة إذا تم ابتلاع هذه العصارة في المرتبة التاسعة نجد الكروتون عصارة هذا النبات تتسبب في الإكزيمة بالنسبة للمزارعين الذين يحتكون بصفة يومية مع هذه النبتة وبما أنها موجودة في بيوتنا يجب أن نعلم أن أجزاءها السامة هي اللحاء والجذور فإذا غفلت عن طفلك الصغير ومضغ أي جزء منها فستسبب في حروق في الفم في المرتبة التامنة نجد نبتة منقية للهواء في بيوتنا وتخلصنا من السموم التي تكون في الجو وهذه الميزة تجعلنا نضمها لقائمة نباتاتنا المنزلية لكن نحذر منها لأنها تسبب تهيج المعدة والجهاز التنفسي للإنسان وللحيوانات الأليفة فلا تترك طفلك أو الحيوان الأليف الذي تربي في بيتك يبتلع أي جزء منها نبتة اليوغا في المرتبة السابعة وهي تحتوي على مادة الصابونين وهي مادة سامة وبالأخص للكلاب والقطط والخيول بحيث تسبب القيء للكلاب والقطط وتسبب أمراض الكبد للخيول هذه الظهرة الحمراء الجميلة تأتي في المرتبة السادسة وهي نبتة بنت القنصل أو نجمة الميلاد وهي بدورها تحتوي على سائل لبني يؤدي لتتهيج الأغشية المخاطية والقيء ويكون الحل هنا هو غسيل المايدة أكسالات الكالسيوم توجد بكثرة في عصارة نبات الأجلونيما الذي حل في المرتبة الخامسة أكسالات الكالسيوم تؤثر على القطط بالأخص وكذلك الأطفال في حال ابتلاعها عن طريق الفم وتسبب تهيج الغشاء المخاطي وتحدد انتفاخ اللسان في المرتبة الرابعة نجد نبتة الزامية نبتة الزامية التي بين يدي الآن لا بد أن توضع في مكان مرتفع وبعيد عن متناول الأطفال حيث أن أوراقها بها مادة تتسبب في العديد من المشاكل قد تصل لحد شلال العضلات والاكتئاب هذه الظهرة الوردية لنبات الدفلة أكثر نبات ارتبط اسمه بالسمية كل أجزاؤه فعلا سامة النبات يصبح خطير على الإنسان في حال مضغه أو أكله بل قد يؤدي للموت وقد تأسف لسماع أن البوتوس أو قلب عبد الوهاب نبات سام لكن هذا هو الواقع اللبلاب ينقي الجو من الشوائب لكنه مع ذلك سام سميته ليست بالخطيرة فهو يسبب القي للحيوانات في حال أكله ويسبب للإنسان حرقة الفم وانتفاخ الشفاه بالإضافة للقي والإسهال هذا النبات الشهير والمسمى دراسينا حل في المرتبة الأولى حالات التسمم بهذه النبتة تبقى جد نادرة مع ذلك إذا كنت تعاني من حساسية البشرة فيفضل عدم ملامسة النبات لأنه يسبب الحساسية أو ارتدي قفازات البستنة عند التعامل معه الدراسينا تحتوي على مادة الصابونين ونعرف أنها سامة للحيوانات وعلى رأسها القطط والكلاب والخيول الصابونين يعتبر كنظام دفاعي طبيعي للنبات ضد هجمات البكتيريا والفطريات وتسبب تهيج الجهاز الهضمي للحيوانات متابعينا الكرام النباتات ضرورية في البيت هناك نباتات آمنة مئة بالمئة وحتى النباتات التي ذكرنا في حلقة اليوم سميتها ليست بالخطيرة أو مميتة لأن الإحصاءات والحالات التي حدثت فيها وفاة طفل جراء تناوله لنبات زينة تبقى جد جد نادرة ومحدودة وفي حال تناول وأكل منها كميات كبيرة وأصلا هذا مستحيل لأن مذاقها غير مستساغ ومر مع ذلك فحتى أبسط الآثار الجانبية على صحة الإنسان تكون مؤلمة ومزعجة لذلك من الأحسن أخذ الإحتياطات اللازمة عند التعامل مع هذه النباتات ختاما طلب لكم أن تزوروا موقعنا الذي نضع فيه مقالات خاصة بالزراع المنزلية وذلك تشجيعا لأخوكم توفيق على التدوين رابط المدونة سأتركه في أول تعليق وننتظر منكم نصائح وملاحظات حول هذا الموقع الزراعي دمتم بخير وإلى اللقاء